السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم معي تلمذي الأعزاء في هذه الحصة الجديدة اليوم سنشتغل على الصفحة 72 من كتاب الواضح في النشاط العلمي للمستوى الثالث ابتباعي إذن ما مراحل دورة حياة نبات الفاصولية؟ إذن اليوم في هذا الدرس سنتعرف على مراحل دورة حياة نبات الفاصولية يعني سبق وأن رأينا في الدرس السابق دورة حياة حيوان اليوم سنتعرف على دورة حياة نبات إذن الهدف تعلمي هو أرتب مراحل دورة حياة نبات زهري النبات الزهري هو النبات الذي يعني تكون النبات دياله يعطي أزهارا مثلا هذا فهو نبات زهري إذن الفاصولية فهو نبات زهري إذن نبتة الفاصولية تعطي أزهارا والأزهار ستتحول إلى الثمى إذن أنطرق ولاحظ صورا لبعض مراحل نمو نبات الفاصولية إذن شنهو يعني المرحلة الأولى الثانية إلى آخره إذن المرحلة الأولى شنه هي النبات يعني إذن نبتة قبل أن تصبحها نبتة فهي يعني تكون على شكل بذور إذن أول حالة شنهو كنديرو هي أننا نغرس البذور يعني كنجيبو البذرة ديالشي نبتة بغيناها تكبر كنجيبو البذرة وكنغرسوها إذن المرحلة الأولى هي البذرة يعك من بعد من كنغرسو البذرة وكنبدأوا نسقيوها كتبدأ كتكبر كتعطينا الجذور كتعطينا السق كتعطينا الأوراق إذن من بعد كتتحول إلى نبات كتعطينا واحد النبتة من بعد ديك النبتة شنو كتعطينا؟ كتعطينا الأزهار هي تبدأ النبتة كتتظهر عليها أزهار إذن أزهار ومن بعد هذه الأزهار هي التي تتحول إلى ثمار كتعطينا ثمرة ديال الفاصولية أو ديال أي يعني أي نبتة غرسنا إما البيتبوا يعني جلبانة أو لا يعني أي نبات ديالنا تكبر دونك الزهرة هي اللي كتعطينا التمرة ومن بعد هذا التمرة تتشكه بداخلها بودور أو تاني كنت بنى كتهل من أ sollten حلو التمرة كي نلقى بداخلها بودور عو تاني البودور كنت ناخدو ديك البودور كنغرسوها كتكبر تعطينا النبتة النبتة كتعطينا الزهرة والZZهرة كتعطينا التمرة إ요 انسيدو سويت عو تاني التمرة كنحلوها كنت thermofoodور الى اخره دورة الحياة احنا اعطنا محد الترتيب اذا التساؤل اللي سنوضحه سنسأله على هاد المراحل هاد نقوله مثلا ما هي مراحل نمو نبتة الفاصولية ما هي مراحل نمو نبتة الفاصولية اذا ما هي مراحل نمو نبات الفاصولية وكفرادية وانت لقى من هاد الصور هاده سنوضع الفرادية دينا اذا قلنا المراحل الاولى ان البدرة تنبت تنبت البدرة من بعد مني كتنبت شنو كتعطينا تعطي نباتة به ماذا به ازهار والازهار تعطي ثمار تاخدون كدية مرحلة ديال ولو الثمار بدورها تعطي بودور اذا تنبت البدرة فتعطي نباتة به ازهار والازهار تعطي ثمارا اذا تنبت البدرة فتعطي نباتة به ازهارا والازهار تعطي ثمارا بداخلها بودور اذا اختبر ابحث في وثائق عن المراحل التي يمر منها نبات الفاصولية خلال حياته اذا اصبحتوا على صور بحلقة وثائق كتبين مراحل نمو نبات الفاصولية اكتبوا في كل بطاقة الاسم المناسب لكل مرحلة من مراحل نبو نبات الفاصولية اذا هنا عدنا اماكن او بطاقات اذا اختبوا برقم واحد رقم واحد شنو هادي هادي زهرة هادي زهرة الفاصولية اذا عدنا نكتبوا في نهاية زهرة ذاكوغ زهرة كتعطينا الزهرة شنو هادي 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 الثمرة دي الفاصولية هادي نكتبو ثمرتون داكوغ ثمرتون زهرة كتعطينا الثمرة والثمرة شنو بداخلها شنو هادي البذور او بذرة هادي بذرة داكوغ دون كديه اللي كتكون داخل في الثمرة اذا بذرة البذرة شنو بنلاحظوا فيها شنو بداخلوا ثمرتين بداخلكت بنبت اذا انباتو البذرة انباتو انباتوا البذرة من بعد من البدرة بداخل تنبت شنو بداخل تörung بداخل تكون دائر شنو هادو نمو الجذور نمو الجذور نمو الجذور نمو الساق والأوراق نمو الساق والأوراق نمو الساق والأوراق نمو الساق والأوراق نبات الفاصولية المضبط نقوم بتجيزيار نقوم بتجزدج نقام جذور من بعد الجودور كتبت تدير ساقو الأوراق أو تكبرو كتعطينا نبات الفاصولية إذن هنا غنكتبه نبات الفاصولية إذن هذه هي دورة حياة نبات الفاصولية تكخ وكده هي مراحل نمو النبات أو بالضبط نبات الفاصولية إذن نمر إلى السنتج أملأ الفراغات بما يناسب تتحول زهرة نبات الفاصولية إلى الزهرة نلاحظو غير من هنا بالصورة الزهرة تتحول إلى ثمرة إلى ثمرة بداخلها ماذا؟ هات الثمرة شنو فيها الداخل؟ بداخلها بدرة بداخلها بدرة تنبوتو شكو لك تنبت؟ إنبات ماذا؟ إنبات البدرة تنبتو البدرة فتعطي ماذا؟ شنو كتعطينا؟ كتعطينا نبات تنبتو البدرة فتعطي نباتا كتكبر كتدير الجذور والساق الأوراق إذن نبات فتعطي نباتا ينمو هاد النبات ينمو فيكون ماذا؟ فيكون عوداني الأزهار أو فيكون زهرة فيكون زهرة لأن سيدو سويد إحنا غادين عبتني الزهرة كتعطينا الثمرة الثمرة فيها البدرة إلى آخر ينمو إذن تتحول زهرة نبات الفاصولية إلى ثمرة بداخلها بدرة تنبت البدرة فتعطي نباتا ينمو فيكون زهرة إذن أستخلص أملأ الفراغات بما يناسب متتالية دورة الفاصولية ينمو نباتا الفاصولية عبر مراحل كتيرا متتالية تكون كل هذه المراحل كتكولين هاد المراحل قلنا هي دورة حياة الفاصولية جيكري لشيفر ده 1 à 5 بور كلاسي لسيتاب دو سيكل دو دو بتي بوا إذن عند رتبو هاد المراحل هاده النمو نبات الجولبان إذن المرحلة الأولى هي البدرة نغرسوها سيكون دورها فترة بكم بدا وسقيوها دان ديا المرحلة الأولى إنبات البدرة مي نغرسوها كتبدا كتنبت كتديرنا الجو دور ها هي إنبات البدرة من بعد الجو دور كنلاحظو هنا هي بدأت كي دير واحد الوريقة واحد السق شتي بدأت تكبر إذن ثلاثة هذه مرحلة ثالثة من بعد النبتة ها هي بدأت تكبر شوية هنا أعطتنا سق هنا أعطتنا أوراق إذن المرحلة الرابعة من بعد من كبرت النبتة وغادي تدير نا أزهار تلك الأزهار ها تتعطينا الثيمار إذن خمسة وكو ووالا هذه المرحلة المرحلة يعني لسيكل دو في دو بتي بوا وبهذا نكون قد أنهينا حساتنا لهذا اليوم شكرا وإلى اللقاء